وسط كل الأزمات التي تعانيها مناطق الجنوب الليبية التي منها بلدية وادي عتبة تضاف اليوم أزمة جديدة تزامرت مع حلول عيد الفطر المبارك وحضر التجوال الذي فرض بسبب جائحة كورونا انهيار كامل لبرج الاتصالات الذي تم تركيبه منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وخدمات الانترنت ما أدى لتوقف تام للإذاعة المحلية بالبلدية للأسف الفترة هذه توقف بت إذاعة وادي عتبة المحلية على الموجة 107.3 FM مما ترتب عليها أكيد فقدان للجمهور المتابع والمستمع نحن كانت عندنا خطة برامجية خلال الثلاث أيام الأولى لعيد الفطر المبارك ولكن قدر الله هو ما شاء فعل بسبب طبعا سقوط برج الاتصالات الوحيد داخل بلدية وادي عتبة ولأهمية هذا البرج أدى إلى طبعا انقطاع البت وتعتبر إذاعة وادي عتبة الصوت الوحيد الذي يوصل صوت المواطل المسؤول داخل نطاق البلدية رغم قلة الإمكانيات والمعدات سقوط برج اتصالات الرئيسي في بلدية وادي عتبة مما سبب انقطاع كامل في بث إذاعة وادي عتبة المحلية اللي كان عندنا الأمل فيها نوصل بها صوت المواطن خلال فترة الحجر هاليامات هذه كيفما نعارفين في أزمة كورونا إذاعة وادي عتبة هذه صوت المواطن العتباوي تنقل كل المناشط تنقل كل ما يتعلق بالشيء المحلي ببلدية وادي عتبة وجه آخر من معاناة مدن الجنوب في وقت أضحفه مواكبة التطور التكنولوجي أمرا ملزما لا مفر منه نجد أن سكان المنطقة يفقدون أشياء مر على استعمالها عقودا من الزمن ترجمة نانسي قنقر